أهلا بكم مشاهدين إلى حديث الصحافة والبداية ستكون بجريدة النهار والتي تحدثت حول الحملات والهبات التضامنية الواسعة عبر القطر الوطني لدعم المستشفيات عبر الوطن طبعا تحت شعار بمعانا نتعاونوا وانسلكوا مرضانا طبعا مشاهدين مثل ما قلنا يومية النهار تحدثت بالتفصيل في ظل أزمة كورونا الحادة التي تجتاح بلادنا حملات تضامنية ونداءات لم ترد خائبة حيث التفتت عليها الهبات والتضامنية الواسعة التي تعكس تكافل الجزائريين وقت المحن والشدة في تجوز المبادرات التضامنية لوضع حد لأزمة الأوكسجين كانت ولا تزال في منحنة تصاعد ومتسارع بمشاركة كل الأطراف حيث قام صاحب شركة صمام بتبرع مليار وخمسمائة مليون سنتيم لفائدة وفد من بلدية لاربعاني ثلاثا وهذا الاقتناء مولد أكسجين للمؤسسة الاستشفائية بالمنطقة كما منح شيكا آخر بقيمة مليارين سنتيم لفائدة مستشفى عزازقة لاقتناء نفس الجهاز العلاج الذي يخفف من معاناة مرضى كورونا كما خصص رجال أعمال في ولاية برج بوراليج 12 مليار سنتيم لاختناء أربع محطات لتوليد الأوكسجين والحملة التضامنية عبر الوطن عديدة ومستمرة لدعم مستشفياتنا طبعا كانت يومية النهار ونبقى دائما في يومية النهار والآن إلى أزمة المياه محطات تحلية مياه البحر في العاصمة حيث كشف رئيس المدير العام لشركة كوسيدار في تصريح حصري خاص به تلفزيون النهار عن انتهاء مصالحه من إنجاز محطة تحلية المياه في البحر في شطئ النخيل الغربي العاصمة بقدرات إنتاجية وصلت إلى خمسة ألاف متر مكعب في اليوم وبتكلفة إجمالية قاربت 300 مليار سنتيم وأكد على أن تشغيل هذه المحطة سيكون من المحتمل اليوم أو يوم غد لإثنين كأقصى تقدير مضيفا لمجمع بصدد تجريب التجهيزات ولم يتبقى إلى تشغيلها حتى نزود سكان العاصمة بألماء الشروب بعد مدة إنجاز حددت بثلاثة أشهر أما عن محطة التحلية الخاصة بالجهة الغربية العاصمة دائما وتحديدا بمدينة عين البنية بطاقة إنتاجية تقدر بعشرة ألاف متر مكعب فإن دخولها حيز الخدمة سيكون بصفة تدريجية تكون الأولى منتصف شهر أوت الجاري بطاقة خمسة ألاف متر مكعب يوميا والثانية بداية شهر سبتمبر وبنفس الطاقة إلى جريدة اليوم مشاهدينا والتي تحدثت عن التلقيح في الصيدليات والذي سيكون بداية من الأسبوع المقبل نقابة الصياد للخواص ونائب هذه النقابة أكد عن انطلاق حملة التلقيح فدفيروس كورونا على مستوى الصيدليات بداية من الأسبوع المقبل مؤكدا هذه العملية ستستمر إلى غاية شهر سبتمبر المقبل وستتكفل مديريات الصحة عبر الوطن بالتموين الصيدليات بالنقاح وقال نائب رئيس نقابة الصياد للخواص إن عمل التلقيح فدفيروس كورونا في الصيدليات ستكون بداية من الأسبوع المقبل حسب الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية الصياد للخواص وهذا قصد تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية إلى جريدة المشوار السياسي مشاهدين والتي تحدثت حول طموح الجيش في التطوير لا حدود له هكذا عنوانت ونقلت تصريحات الفريق السعيد شنغريحة نقلتها بالتفصيل إذن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي ترأس أمس بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة مراسم حفل تكريم أشبال الأمة متفوقين في امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دور الجوان 2021 أكد السيد الفريق سعيد شنغريحة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن نتائج المشرفة المتحصل عليها لم تأتي من عدم بل هي وليدة الاستراتيجية المتبصرة المنتهجة من قبل القيادة العليا في مجال التكوين وأضاف السيد الفريق النتائج الباهرة المحققة تعد دون شك أو تعد دون شك تحفيزا آخر لجعل مدارس أشبال الأمة مصدر لا ينظب لموارد بشرية عالية التأهيل وكاملة مواصفات وأشار الفريق سعيد شنغريحة إلى أن طموح الجيش الوطني الشعبي في تطوير مكوناته اعتمادا على قدرات ومؤهيدات أبنائه وطموح لا حدود له من المشوار السياسي إلى يومية المساء مشاهدين والتي تحدثت عن الدبلوماسية الجزائرية والتي قالت على أنها متواجدة على كل الجبهات بعد زيارة لوزير شؤون الخارجي الأمطان العمامرة إلى إثيوبيا ومن ثم السودان والقاهرة في تحرك جديد ومكثف للدبلوماسية الجزائرية في مقال الجريدة قالت أن رئيس تبون يعيد إسماع كلمة الجزائر إقليميا ودوليا حيث رسمت تحركات الأخيرة للدبلوماسية الجزائرية على مستوى القارة الإفريقية تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية سيد عدمجيد تبون برأي أوصات المراقبة معالم الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية التي تركز على ترقية المبادئ الثابتة لبيان أولي نوفمبر الذي أسس لأركان بناء الدولة الجزائرية القوية والفاعلة والتي تؤثر على مجرية الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية فضلا عن الدفاع عن قيم التحرر وقضايا تقرير مصير الشعوب والتي كانت للجزائر الفضل الكبير لها في التأثير على نظال الدول الإفريقية والكثير من القضايا في المنطقة إلى جريدة الوسطة مشاهدين والتي تحدثت عن احتمالية العودة للحجر الصحي الكل في حال تفاقم الوضع الصحي جريدة الوسطتتناولت وعادت بالتفصيل لتصريحات البروفيسور محمد بل حسين رئيس خلية التحرير ومتابعة التحقيقات الوبائية الذي لم يستبعد العودة إلى الحجر الكلي في حال تفاقم الوضع الصحي وكشف رئيس الخلية العمليتية للتحري ومتابعة تحقيقات الوبائية البروفيسور محمد بل حسين أمس أنه في حال تفاقم الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات أكثر يمكن استعانى بالحجر الكلي كوسيلة استراتيجية معتمدة لكسر انتشار العدوى عن طريق الحد من تنقلات الأشخاص للتقليص من عدد الإصابات واحتمال العدوى حتى تكون نتيجة إيجابية في وقت قصير وأكد أن تحريات الوبائية لا تكفي ولا يمكن إجراؤها على كل حال بسبب عدد الإصابات الكبير حاليا وبالتالي سيتم لا محالة التوجه نحو فرض حجر كلي مشدد بولايات ومناطق سجلت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى المواقع الإلكترونية الآن مشاهدين والبداية ستكون بيومية وموقع النهار والذي تطرقت إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الجمهورية مع نظره التونسي حيث أسجر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية مع نظره التونسي قيس سعيد وحسب مصالح لئاسة الجمهورية فإن الرئيس تبون اطمأن من المكالمة بعد هذه المكالمة على الرئيس والشعب التونسي الشقيق كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى تطورات الوضعي العام في الشقيقة تونس حيث طمأن الرئيس التونسي الرئيس تبون بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعاددية وستكون هناك قرارات هامة عن طريق نبقى مشاهدين في موقع النهار أونلاين والذي تناول كذلك قضية سحب اعتماد قناة العربية بالجزائر وأضاف الأسباب حيث أعلنت وزارة الاتصال أمس السبت عن سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيوني العربية بالجزائر البارحة وأسبابيان لوزار وزارة الاتصال فإن قرار صحب الاعتماد راجع أساسا إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقية المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب مؤخرا إلى موقع الخبر محمد السادس يدعو إلى فتح الحدود مع الجزائر العاهل المغرب محمد السادس دعا البارحة خلح حديثه في ذكى الثانية والعشرين لعيد العرش دعا الجزائر لإعادة فتح الحدود والعمل في أقرب وقت لتطوير العلاقات التي بنيت عبر سنوات من الكفاح المشترك وأن الاثنين ليس مسؤولين عن غلق الحدود وأن الأصح فتحها وأضف محمد السادس أنه من غير المنطقي بقاء الحدود مع الجزائر مغلقة وأن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب حسب قوله والعكس صحيح مفيدا بأن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين طبعا دعوة محمد السادس المتكررة لفتح الحدود رد عليها جزائرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المغرب المتسبب في غلقها وأسبابه ودوافع فتحها ما تزال غائبة وعلى المغرب مراجعة سلوكه العدواني والمستور تجاه الجزائر قبل المطالبة المستمرة والمتكررة بفتح الحدود كانت هذه المواقع الموطنية مشاهدين إلى أبرز ما تنوته المواقع الدولية والتي نبدأها بسكاي نيوز عربية والتي تطرقت للتظاهرات العارمة في العاصمة باريس واشتباكات بسبب التصريح الصحي حيث نظم ألاف الفرنسيين احتجاجا على تصريح صحي خاص بالفيروس في أنحاء باريس واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين حيث انتشر حوالي ثلاث ألاف من قوات الأمن الفرنسية حول العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة الاحتجاجات التي تنظم في نهاية الأسبوع الثالث على التوالي ضد التصريح الصحي الذي سيكون ضروريا لدخول مطاعم وأماكن أخرى حيث اتخذت الشرطة الفرنسية مواقع على طول شارع شونزيليزي في باريس لحمايته من دخول المتظاهرين الذين وصفتهم بالعنيفين لو أقرى نواب البرلمان مشروع قانون يتعلق بالفيروس سيتطلب الحصول على تصريح لدخول معظم المطاعم اعتبارا من التاسع من شهر أولة الحالي مع اتفاع في معدلات الإصابة في البلاد بالفيروس وتزايد عدد حالات دخول المستشفيات بفرنسا إلى موقع البيبيسي والذي تحدث عن ما وصفه باستنفار في الصين بعد الإعلان عن بؤر جديدة للوباء كورونا الصين عزت إجراءاتها لاحتوى أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ أشهر بعد الإعلان عن بؤر جديدة ظهر فيها الوباء وسجلت السلطات الصحية الصينية 30 إصابة جديدة أمس نصف فقط في مقاطعة فوجيان التي يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة كما تأكد انتشار سلالة دالتا المتحورة من الفيروس في العاصمة بكين ومقاطعات أخرى ما أدى إلى إجراء فحوصات جماعية وفرض قيودة على أكثر من مليوني شخص ما خلق حالة استنفار في البلاد مخافة انتشار متحور دالتا وبشكل واسع في الصي كانت هذا إذن أبرز ما تناولته الصحف المحلية والدولية مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة